السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوا يا جماعة الامتحان ده سهل جدا وبسيط بتاع محافظة الفايون هنحلم مع بعض كده وبالراحة خالص عشان نركز اما يجي لك امتحان زي ده كده يجي لك خريطة خريطة العالم انت عندك طبعا خريطة كتير اما حاجة خريطة العالم بتجي فيها اسئلة كتير لما يجي لك ويقول لك واحد دولة تشوف القارة دي ايه قارة امريكا الجنوبية فيها دولة البرازيل اولى دولة العالم انتاجة للبوكسايت من غير ما بصت الخريطة في دولة منتجة للبوكسايت اللي بيستضروب علي كحش الألمونيوم اللي هي دولة استراليا قارة ودولة اما القارة الاولى في انتاج الطاقة النووية مفيش غيرها قارة اوروبا زي ما ظهر قدامكم كده دولة بها مركز صناع حديث انا عندي مركز صناع حديث ده موجود فيه افريقيا في الجنوب انا عندي اتنين بس في منهجك يا مصر يا جنوب افريقيا جابه تحت هنا بقى مين جنوب افريق اذا سؤال الخريط بكل بساطة بس نقرأ ونقول بالراحة كده نيجي بقى لاختر الاجابة من بين القوسين هنا هتختارها هتكتبها في نموزج الاجابة من غير ما تكتب العبارة كلها تحتل نقطة المركز الاولى في انتاج العالم للبترول من غير ما فكر دولة عربية اسمها ايه السعودية تب مين اللي في المرتبة الاولى في انتاج الزرق انا عندي مشهورة جدا لولادات المتحدة الامريكية الشمالية اكبر دولة منتجة البنجر السكر في افريقيا مفيش غيرها ام الدنيا مصر عمود فاكر الاجتصاد المانيا كله مفيش غير الصناعة نيجي بقى للسؤال سهل وبسيط عشان يبقى كده السؤال الاول ختمناه بكل بساطة وما بش عاوزينش اخبطة دايما لو لجابه غلط بنعملها بخط بسيط كده عشان يمكن لو طلعت صحي يحسب لك صحي ان شاء الله ما تصنعات القائمة على كل المين انا عند القطن الصناعة بتاعت القطن المنسوجات والملابس دي القطن وانما جينا نتكلم عن موضوع القطن قلنا القطن من المحاصيل اللي هي بتستخدم كمحاصيل تجارية ومن اهم الحاجات اللي دايما تركزوا عليها القطن والامح ان شاء الله هيجي لك يا الامح يا القطن فالامح كو احنا قلنا قبل كده الدولة الاولى فيه الصين وقلنا ان الامح مهم عشان له غزاء الرئيسي وصنع منه غيف الخبز اما القطن زي القصب والبانجر مثلا القطن بيجيبه ساعة مقارنة مع المطاط وساعة يجيب القطن مع القصب فالقطن اهم مقارة اسيا وفي نفس الوقت بعده كده امريكا الشمالية واهميته بيصنع منه ايه الخيوط وصنعة اجود الملابس والمنسوجات وبنطلع بعد كده منه بزرة لبزرة زيت القطن وبنطلع منها زيت القطن والاعلاف والقطن مصر والسودان اجود بلدين في افريقيا وفي العالم في معظم طاولة تيلة اما المطاط نعرف ان الدولة هي بايلان لكن هنا عاوز الصناعات ايه الصناع القائمة على المطاط هي حاجة واحدة مشهور تصنع منه اطارات السيارات وصناعات اخرى اذا السؤال الاول تعال بقى نشوف السؤال التاني وبكل بساط اختر او اكتب ما تشير ايها عبارة تالية استخراج المعادن ومصادر الطاق ده اسمه التعديم او النشاط التعديمي زراعة الارض اكتر من مرة ركز بقى لان ممكن تزراع اكتر من مرة عندك زراعة بسيطة يا اما زراعة تجارية يا اما زراعة علمية يا اما زراعة كسيفة طيب انا ده بقى بقى لك زراعة الارض اكتر من مرة في العام الواحد لاشبه حاجة السكان المحليين انا خدت زراعة بسيطة ديت تمارس عشان احتاجات السكان ما بتصدرش وبيشتغل بها عمل قليل لكن زراع اللي بتكلم عندي زراعة الكسيفة زراعة ليه الكسيفة اللي بيزرع فيها امح وارز وزورة وده والقطن وده مهم جدا اما مصدر للطاقة ينتج من الشلالات والسدود وحركة المد والامواج والكلام ده كله اللي هي الطاقة القهرومائية مش القهراء بقية القهرومائية طيب مصدر رئيسي للحوم في العالم كل العالم بتاكل لحوم ايه الابقار وخلي بالك الدولة اللي قولة فيها في الهند بس غير يعني لها اهمية لانه بيقدسوها فعندنا الابقار وعندنا الجموس لكن الابقار هي اول الحيوانات تستخدم في اللحوم في العالم وبنسبة كبيرة جدا والقارة الاولى اسيا والدولة الاولى الهند نيجي بقى للسؤال هو هو بس رقم با اكمل بما يناسب يستخرج القصدير من هذا بتنور في نيجيريا هذا بتجوز يسود المناخ نقط في اقصى جنوب شرق البرازيل في اقصى جنوب شرق المناخ معتدل رطب معتدل ايه رطب تب ينتشر رعي في مطق الصحراوية من غير مكمل مطق الصحراوية انا عندي نوع من الرعي رعي بدائي في اسيا وافريكيا واوروبا منطق الصحراوية رعي تجاري في مناطق البراري او الحشائش القصيرة اللي موجودة في امريكا في الولايات المتحدة والارجنتين والاستراليا فده ينتشر رعي البدائي تب تحتل نقط المركز الاول في انتاج الاسماك وتنتج التول وان شاء الله يجي لك الاسماك في الامتحان الدولة الاولى هي الصين ثم بعد كده دول اخرى بس تعرف العوامل الطبيعية مهمة وافرة الخبرات التواسع في تربيه الاسماك مهمة جدا 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 تحالط المياه التقاء الطائرات البحرية البردة معدفية وافرة المواني للراس والسفن ده مهم وتعرف ان نص الانتاج السمك بيجي منين من المياه الملحة والتلت من المزارع والانتاج كله من بعد كده من البحيرات العزبة والانهار لكن تركز الدولة الاولى في الانتاج الصين بتنتج كام التلت وده السؤال الموجودة عندنا هنا وده مهم من الاسئلة المهمة وركز بعد كده ان الصين واندونيسيا والولايات المتحدة الامريكية من اوائل الدول في انتاج الاسماك ايوة اي سؤال يجي لك اي بلد في العالم هي الاولى في انتاج الاسماك نقول ايه نقول حاجتين مهمين طول السواحل وتقدم وصائل الصين نيجي بقى ليه السؤال اللي بعد كده دلل على وجود علاقة قوية وثقافية بين مصر والمانيا انا عندي مصر والمانيا ودي من الدول اللي ان شاء الله ان شاء الله هتيجي علاقة لكن الخارطة بتيجي دايما نيجيريا العلاقة بين مصر والمانيا انا عندي علاقتين في علاقة تجارية وعلاقة ثقافية طب العلاقة الثقافية وهنا عاوزها ثقافية وعلمية بسيطة يا سيدي سهلة جدا والله هيئة التبادل ايه العلمي الالمانيا عملوا معهد الاصاري الالماني عملوا جمعة المانية في القاهرة عامل مركز ثقافي في القاهرة تبدأ اللي هي العلاقة نهي الثقافية العلمية أما الاقتصادية والله ألمانيا ما شاء الله قد ترخيرها بتمول محطة تولير القاهرامة عندنا من الرياح وبتصدر مصر الألمانيا تلت حاجات بترول وغاز وملابس طيب احنا بنستورد منها ايه بنستورد منها تلت حاجات صناعات كيموية وآلات وسيارات يبقى ده الجغرافية في امتحان الفيوم وسهل جدا هتركز لي بقى اللي جاء في امتحانات الاهلية بيقولك توسع الصناعة الألمانية وتطورها بعد الحرب العالمية سؤال جاء في الامتحان وان شاء الله يجي السنة دي كمان توفر مقامات الصناعة تضفق الاستثمارات توفر المراكز العلمية سؤال مهم جدا 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 جاء مرة سؤال بالطريقة مختلفة ما العلاقة بين الحرب العالمية والصناعة الألمانية هنوميلين له ايه توفر مقامات الصناعة وتضفق الاستثمارات وتوافر مراكز العلمية أشهر مدينة فيك يا ألمانيا برلين العاصمة طب مين هي عاصمة أكليم باثاريا اللي جات كتير في الامتحانات ومهمة جدا اسمها ميونخ اسمها ايه ميونخ اللي فيها عدد كبير جدا من الشركات والمصانع ودي من الحاجات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحانات وبرضو جاه سؤال استروا الحيانات في ألمانيا اللي بتعتمد على الماشية والخنزل والأغنام ده لإنتاج اللحم والألبان مهمة جدا 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 يا جماعة عشان نقدر نركز ونعرف بين التلال والينابيع في ألمانيا والجازب السياحي ايوه التلال والينابيع المائية مناطق جازب السياحي عشان كده مهمة اه مهمة للدخل القاوم عندهم من الحاجات المهمة جدا 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 ده قصة الامتحان البسيط جدا في الجغرافيا للفيوم وبرضو شرح بأسئلة مهمة جدا ان شاء الله لكل الامتحاد سهلة ونطلع بقى السنوي ونقول يا رب